أشهد جهود البحث عن البؤرة التي انطلق منها فيروس كورونا زخماً على المستوى العالمي والإقليمي مما صلت الضوء على بعض المختبرات العلمية التي تحوم حولها الشكوك رغم كونها من أشد المعامل الحيوية تحصيناً ويتصدر مختبر ووهان 59 منشأة تعد الأبرز والأكثر تأميناً حيث يحاط بما يصنف بالمستوى الرابع من إجراءات السلامة البيولوجية رغم أنه يأتي على قمة المواقع المثيرة للشبهات فيما تظل الأدلة على ذلك ظرفية إلى حد بعيد وشيد هذا النوع من المختبرات للتعامل بشكل آمن مع أشد أنواع البكتيريا والفيروسات خطورة والتي يمكن أن تسبب أمراضاً لعلاج لها أو لقاح ووفق تقرير لبرنامج الدفاع البيولوجي بجامعة جورج ميسون عن المختبرات المحاطة بأقصى درجات من التأمين لمنع تصرب الفيروسات فليس هناك معايير أمان دولية ملزمة في التعامل مع الجراسيم بشكل مسؤول وثمت العديد من الحوادث التي حدثت في منشآت على مستوى عالي من التأمين وبواتيرة أكبر في آلاف من المختبرات الأقل تأميناً ويدق باحثون لدى مركز ضبط الأسلحة ومنع الانتشار ناقص الخطر منذ سنوات بشأن التهديد التي تمثلهم انشآت كهذه على السلامة العامة لفتين إلى أن البشر مسؤولين عن 70% من الأخطاء التي تحدث في المختبرات مع صعوبة الإعلان عن هذه الحوادث وهناك خلاف بين الحكومة الأمريكية التي مولت الأبحاث المرتبطة بفيروس كورونا لدى الخفافيش في ووهان وبين بعض العلماء المستقلين وتركض هذه الأبحاث على إدخال تعديل عن التركيبة الجينية للجراثيم بحيث تصبح أكثر قدرة على الانتشار والفتك وتغضو مستعصية على العلاج واللقاح بهدف دراسة كيفية مكافحتها بشكل أفضل ويعارض العديد من العلماء مثل هذا النوع من البحوث ويعتبرون أن أضراره أكبر بكثير من منافعه فيما أعلنت الحكومة الأمريكية عام 2014 وقف التمويل الفيدرالي لمثل هذه الأبحاث شكرا